بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته خطوة ضرورية لا بد منها نحو تعزيز الوحدة الإسلامية في إيران الوحدة الوطنية والإسلامية سألني قبل أيام الشاعر السعودي سعيد العمودي قال هل الوحدة الإسلامية ممكنة أو مستحيلة؟ وربما يسأل آخرون كيف يمكن أن نحقق هذه الوحدة؟ كتب الشاعر السعيد العمودي قال أستاذ أحمد أسعر الله مساءك سؤالي هل من الممكن أن يكون هناك تقارب بين السنة وشيعة وخاصة في ظل فوضى الإعلام وكثرة المتحدثين باسم الدين أم أن مسألة التقارب وفق ما يقوله البعض أن الشيعة دين والسنة دين وكلنا يتحدث باسم الإسلام ويجرد الآخر من إسلامه وشاكر لك فأجبته بما يلي السلام عليكم أخي العزيز الشاعر سعيد العمودي التفرق بين أبناء التفرق في الأمة الإسلامية من آثار الاستبداد والديكتاتورية والخلاف السن الشيعي في التاريخ كان نابعا من الفكر الدكتاتوري عند السنة والشيعة ولا يقتصر الخلاف على هذا الموجود بين الطائفتين بين السنة وبين الشيعة وإنما هو موجود في داخل كل طائفة دكتاتورية وربما أن الخلاف الرئيسي التاريخي بين السنة والشيعة كان يدور حول الإمامة والخلافة وبما أن الخلاف الرئيسي التاريخي بين السنة والشيعة كان يدور حول الإمامة والخلافة فإن حل هذه المشكلة كفيل بتوحيد المسلمين من السنة والشيعة وفي داخل كل طائفة حل الخلافات داخل السنة وحل الخلافات داخل الشيعة أيضا وتوحيد أي مجتمع حتى لو كان ينتمي إلى طائفة واحدة خالصة ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا بتبني نظام الشورى أو النظام المتطور إنسانيا وعقليا عنها وهو النظام الديمقراطي فالخلافات الفقهية بين السنة والشيعة خلافات جزئية بسيطة جدا ويوجد أكثر منها أضعاف مضاعفة بين كل مجتهد وآخر في داخل كل طائفة في داخل الشيعة وفي داخل السنة فإذن الخلاف الرئيسي إذا إحنا حاولنا أن نقرب بين ما يسمى السنة والشيعة وهذه تسميات تاريخية قديمة ليس لها معنى اليوم هي كانت تدور حول الولاء للبيت أو الولاء للعباسيين فكانت في صراعات سياسية بين هذه الأقطاب التي كانت موجودة في تلك الأيام وبما أن أئمة أهل البيت ذهبوا والعباسيين ذهبوا فلن يبقى هناك خلاف جوهري بين هاتين الطائفتين إنما هو خلاف سياسي والبعض يحاول أن يستخدم هذا الخلاف التاريخي كوركة في صراعات سياسية حديثة صراعات ضد هذا النظام أو ذاك ويحاول أن يأجج المشاعر حتى يحشد الناس ويدخلهم في حروب مستمرة وأتون معارك طويلة فإذن حل الخلاف الحقيقي لهذا التفرق والتعزيز الوحدة الوطنية يتم بإقامة نظام ديمقراطي إقامة نظام الشورى لأنه كل الخلافات التي نبعت وتطورت وتضخمت في تاريخ المسلمين كانت نابعة من الاستبداد من فقدان الشورى ومن فقدان الدستور الدستور الذي ينظم الحياة السياسية يعطي للحاكم حقه ويعطي للناس حقوقهم أيضا وحرياتهم يحفظ حرياتهم ويتكفل بمصالحهم أما إذا وضعنا السلطة كلها بيد رجل واحد أو عائلة واحدة هذه تبحث عن مصالحها ولا تهتم بعد بمصالح الناس إلا بقدر ما يساعدها على الاستمرار والحفاظ فتعطي الرشاوة للناس والموظفين والمشايخ والعلماء والضباط الجيش والشرطة والمخابرات حتى يحفظوا النظام أما مصالح الشعب العادي من الشعب فلا تأبه بها ولا تفكر فيها إلا عندما تشكل ثورة مثلا عليها تحاول أن تتنازل وتقدم فدائما إذا بحثنا الآن في كل الدول العربية حتى لو رأينا هناك مظاهر وحدة وسلام وظاهرية على السطح هذه الملامح إذا كشفنا عن حقيقتها فسوف نجد هناك سراعات داخلية المجتمع فئات من المجتمع وطواعف من المجتمع وقطاعات من المجتمع تحاول اكتساب حقوقها ونيل حقوقها والحكام يزجون بهؤلاء في السجون الآن السجون ملء بالأحرار الذين يطالبون بحريتهم أو بمشاركتهم في السلطة أو بحقوقهم الاقتصادية والإنسانية فالمشكلة العميقة في الحقيقة ليست بين السنة والشيعة المشكلة الكبرى هي في داخل الأنظمة المستبدة التي تحاول أن تقبض على السلطة وتركزها وترسخها بيض رجل واحد أو طائفة واحدة أو قبيلة واحدة ومن هنا ينشأ الخلاف والتفرق فيجب أن نبحث عن توحيد المجتمع بصورة طوعية وليس بصورة قهرية القهر ممكن يسكت الأصوات الأنف والقتل والإرهاب يمكن يسكت بعض الناس لحين من الزمن لفترة من الزمن ولكن لا بد أن يتفجر السرع في يوم من الأيام أو يذهب بعض الناس إلى الاستعانة بالدول الأجنبية الدول الأخرى لكي يدعموهم في مواجهة هذا الحاكم أو هذا النظام هذا شيء مهم جدا وهناك يعني نتحدث عن السعودية نتحدث عن دول الخليج نتحدث عن أنظمة كثيرة في العالم أنظمة مستبدة وهناك في الحقيقة يعني تجارب إسلامية ديمقراطية أدركت هذا الخلل الكبير والتزمت بالنظام الشورى أو بالديمقراطية ولكنها تلتف على الدستور أو تضع نقاطا متضادة في الدستور بحيث تسلب الحقوق من الناس وتضع طائفة على طائفة أو طبقة على طبقة أو حزب على حزب حزب واحد يحكم هذا هو الحزب الحاكم أو هذه الطائفة يجب أن تحكم من دون الطواعف الأخرى والطواعف أخرى تكون درجة ثانية أو ثالثة أو كذا هذا أيضا حتى لو كان النظام ديمقراطي أو شبه ديمقراطي وفيه انتخابات وفيه انتخابات برلمانية ورئاسية وكل شيء ولكن يبقى النظام فيه ثغرات تخلق التوتر وتخلق الخلاف وبالتالي يجب أن تستطيع